موسيقى النهاردة عايزين نتكلم عن كتابها مهمة جدا جدا مهم ان الاجيال الجديدة تعرفها مهم ان الناس اللي تعرفها ومقارث لهاش كل اعمالها تبدأ تدورها لابقية اعمالها وتقرأها لانه حقيقي كتابة مهمة ومؤثرة جدا النهاردة احنا حنتكلم عن رضو عشور الاستاذة دكتورة رضو عشور رحمة الله عليها هي استاذة جماعية ونبقدة ادبية وروائية وقصة كتبت الروائية وكتبت قصة قصيرة وصيرة الذاتية رضوة تولدت في 26 مايو سنة 46 وتوفيت في 30 نوفمبر 2014 حصلت على شهادة الماجستير في قسم اللغة الانجليزية من كلية الاداب في جامعة القاهرة كان عنوان الماجستير بتاعها او موضوع الماجستير بتاعها عن الادب المقارن وقارنت رضوة وقتها شعر الشعر الانجليزي ويليام بلايك بشعر جبران خليل جبران بعدها انتقلت لامريكا وسفرت هناك في منحة لدراسة الدكتورة وحصلت هناك على شهادة الدكتورة في الادب الافريقي الامريكي رضو عشور كتبت حاجات كتير جدا حقيقي كانت كتبة زي ما بيقوله او منتجة جدا وكانت رضو عشور طول الوقت القصص والروايات والحكاية كلها موجودة في عقلها وهي قالت قبل كده في حوار ان كانت بتحاول ان هي تكتب لكن لقيت ان هي ممكن كتبتها تعطل دراستها بشكل ما فقررت ان هي تأجل مشاريعها كلها في الكتابة لحد ما تخلص دراستها وبالفعل لحد ما نالت رضو عشور الدكتورة مش هنلاقي لها اعمال غير الاعمال البحثية اللي هي كانت بتستخدمها في الجامعة لكن بعد حصولها او بعد ما نالت شهادة الدكتورة بدأت رضو عشور بالفعل تتفرغ للكتابة بشكل اكبر وهي بنفسها كانت بتقول ان هي حست وقتها انه كأنه في عبقة شال من عليها فبدأت ساعتها ان هي تكتب بشيء من الراحة من غير ما تحس او تشعر ان كان في حاجة وراها هي حاسة بالزنب ان هي ما بتخلصهاش فده ادها مساحة اكتر من ان هي تبدأ تكتب بابدها اكتر في 1977 نشرت رضو عشور رحمته الله عليها اول عمل نقدي لها وده كتاب مهم جدا 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 هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل في فيديو تاني هو كتاب الطريق الى الخيمة الاخرى كتاب الطريق الى الخيمة الاخرى كتاب نقدي مهم جدا لانه بيتكلم عن التجربة الادبية لغسان كانفاني بشكل كامل بيغطي اعمال غسان كانفاني كلها بيغطي تطور كتابة غسان كانفاني كأديب غسان كانفاني للي ما يعرفوش هو كاتب فلسطيني مهم جدا اغتيل على يد الاسرائيليين لانهما كانوا بيشوفوا كتابات ونوع من المقاومة الصريخة للاحتلال وكان نعمل لهم ازمة كبيرة وجوده وكتاباته وكانوا شايفين انها بتشجع على المقاومة بتثير الناس ضدهم فاغتلو فكتابات غسان كانفاني مهمة جدا كنوع من ادب المقاومة وكتجربة ادبية بشكل عام وهي خاصصيت له كتاب لوحده هو اول كتاب اتنشر لها من الاعمال الادبية بالله هي رضو عشور كانت نالت درجة الماجستير زي ما قلنا ده كان تقريبا في عام 72 لكن ما نشرتش البحث او الاطروحة اللي نيلت بيها الدرجة دي الا في عام 78 بعد ما نشرت اول الاعمال النقدية عن غسان كانفاني نشرت رسالة الماجستير بتاعتها اللي هي زي ما قلنا كانت عن ويليم بليكو جبران خليل جبران في سنة 79 بدأ يحصل مشاكل بسبب تزوجها من الشعر الفلسطيني مريد البرغوثي لان تم مناء قمته في مصر وده ادى لتشتت الاسرة بشكل كبير في نفس الوقت تقريبا رضو عشور سفرت امريكا علشان تكمل دراستها وتنايل درجة الدكتوراه فده زاد طبعا الغربة اكتر وزي ما قلنا سجلت رضو عشور ايامها وفي المنحة في امريكا في كتاب الرحلة سنة 1980 بدأ يصدر لها اعمال اخرى صدر العمل النقدي التابع ينهض التابع ينهض بيتكلم عن التجارب الادبية في غرب افريقيا الكتب النقدية لرضو عشور كلها تم اعادة نشرها احنا ما كانتش موجودة لوقت طويل جدا فعلا وما كناش لقينها لكن تم اعادة نشرها من وقت قريب تقريبا سنتين او حاجة سنتين او تلاتة تقريبا اعادة دار الشروق نشرهم بعد وفاة دكتوراه رضو عشور اعادة نشرهم فهم موجودين بطبعة دار الشروق وموجودين بالطبعة القديمة بالسدية هتبقى ممكن حاجات ندرة جدا عند الناس بتاتي كتب المستعملة او المستخدمة لكن صحب نلاقي منهم طبعة جديدة لكن طبعات جديدة متوفرة في دار الشروق طبعا اسعارها للأسف غالية شوية لان دار الشروق اسعارها غالية لكن الكتب مهمة وحقيقة تستهل بعد كده بقى بدأت رضو عشور تكتب تنطلق في عالم الرواية زي ما بنقول كتبت حجر دافئ وخديجة وسوسان وسراج دول كانوا انتنشروا بشكل تتبعي بعدهم على طول كانت المجموعة القصصية رأيته النخلين تواجد بقى المرحلة العظيمة من النتاج الادب الرائع ده بالرواية التاريخية العظيمة ثلاثيت جرناطا ثلاثيت جرناطا مهمة جدا ان هي تتقارى مهمة جدا 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 ان هي تتقارى هي جبيرة شوية ممكن في ناس تستعمل فكرة ان رواية ضخمة وليني اقرى كتاب كبير لكن رواية فعلا مهمة جدا جدا ان هي تتقارى في خلال الوقت ده رضو عشور كانت بتدرس في قسم اللغة الإنجليزية وبدأت بسبب أبحاثها وانيلها للدرجات العلمية إن هي تترقى لحد ما بقت رئيسة القسم تقريباً كانت رئيسة القسم ما بين سنة تسعين وثلاثة وتسعين وبدأت بتدرجها في الأكاديميا إن هي كمان تشرف على أبحاث ماجستير ودكتوراه وحقيقة يفرد في عدد كبير جداً من الطلبة رضو عشور ساهمت كمان في موسوعة الكاتبة العربية وأشرفت على ترجمة الجزء التاسع من موسوعة كيمبريج في النقد الأدبي نشرت روايات تانية مهمة جداً زي رواية التنتورية ومجموعة القصصية تقارير السيدة راء رضو عشور حازت على جائزة قسطانتين كافافس الدولية للأدب في اليونان وترجمة زي ما قلنا حاجات كتير لزوجها الشاعر مريد المرغوتي ترجمة مختارات شعرية بعنوان منتصف الليل وقصائد أخرى وليها أعمال تانية كتير جداً ممكن إحنا ما تكلمناش عليهم بشكل مفصل رضو عشور ما كانتش بس أستاذة جامعية وروائية رضو عشور كانت سيدة شجاعة جداً يعني رضو عشور رغم وجودها في الجامعة ورغم شهرتها الوسعة ككتبة ما كانتش بتغجل إن هي تبين مواقفها تجاه الزلم أو تجاه قمع أو أي حاجة طول الوقت بتدافع عن الحرية وبتدافع عن الحريات بشكل عين وده كانت دائماً في التصاق مع ذاتها يعني عمرها وما خلفت مبادئها لأي سبب أعكست رضو عشور في أوقات كتير في كتباتها مش بس التجارب الإنسانية أو دفاعها عن الحريات لأعكست كمان خلفية الأحداث اللي بتحصل سواء في مصر أو في البلاد اللي حواليها اللي هي كانت بتتأثر بها طول الوقت كان التاريخ بيكون أو مش التاريخ بفكرة إنه تاريخ قديم التاريخ اللي بيحصل طول الوقت كانت مهتمة إن هي توثقه مع الأحداث اللي هي بتحكيها في كتابتها فكانت طول الوقت مهتمة بإن الاتنين يكملوا بشكل متوازن أي رواية أو شيء هي بتحكيه يكمل معاه في خلفيته الأحداث اللي بتحصل في الوقت ده حياة ردو عشور ما كانتش سهلة أبدا على المستوى الداخلي أو الخارجي على مستوى الحياة الشخصية أو الحياة العملية ردو اقتهدت كتير جدا وكفحت كتير جدا علشان توصل للمكانة العلمية والأدبية اللي هي وصلت لها ولذلك هي حقيقي تستحقها وتستحق إن هي تكون الشخص المؤثر المحبوب اللي دايماً الناس بتتذكروا بكل خير ودايماً الناس بتتذكروا بكل شجاعة ردو مثال للأستاذ الجماعي القدوة اللي حقيقي الطالب أو الطالباء يتمنوا يبقوا زيه هي كمان مثال للكاتب المتصق تماماً مهما بدقوا المتصق مع الحرية بكل أشكالها والإنسانية كشيء فوق كل اعتبار ولذلك ردو عشور مهمة جدا عشان كده إحنا كان لازم نتكلم عن ردو عشور لأنه مهمة الناس تبدأ تقرأ لها وتعرف عنها أكتر ردو عشور قبل وفاتها عانيت وقت طويل جداً مع مرض السرطان آخر نفس بتحاول تقوم بكل أدوار اللي اخترت إن هي تلعبها في الحياة ردو عشور هي كتاب أثقل من ردوة ده فيه بيغطي جزء كبير كده من حياة ردو عشور من الطفولة أو من الولادة كمان لحد ما بتدرس في الجامعة وفيه آخر كتاب ردو عشور رحمة الله عليها كتبته هو كتاب الصرخة وكتاب الصرخة ده مهم جداً لأن ردو عشور بتوثق معاناتها مع السرطان في نفس الوقت بتوثق أحداث الثورة المصرية وللأسف الكتاب بينتهي من غير ما يكمل بسبب وفاة الكتابة العظيمة ردو عشور أتمنى أن الفيديو دي يكون ساعدكم بأي شكل وزي ما نعيها زجاء الشعر الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي أن ردو عشور جزء مما سيصنعه هذا الجيل في أيامه الآتية وجزء مما صنعته في أيامه الماضية أن أفقل من ردو ما تركته لنا أو يكون فتح لكم سكك أو أفكار عن أعمال أنتم ممكن تكونوا ما أردوهاش لردو عشور تقروها ولو أنتم ما أردوش لردو عشور قبل كده خالص أتمنى أنتم تبدأوا تقروها لأن هي فعلاً شخص ككاتب يعني كنتاج أدبي ردو عشور شخصية مهمة جداً 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 مش لازم تبدأوا بالكتب الضخمة لو لسه أول مرة هتقرو لها لكن ممكن تبدأوا بالمجموعات القصصية القصيرة لها أو ممكن تبدأوا بالروايات الصغيرة سواء من السيار من سيرتها الذاتية أو الروايات الصغيرة اللي هي كتبتها بشكل عام هتلاقوا أسلوبها سالس جداً هتلاقوها مثقفة بشكل عالي جداً هتلاقوا نفسكم عايزين تقرو بقية أعمالها لحد ما تخلصوا أعمال ردو عشور من أول ما كتبت لحد ما توفيها الله يارب يومكم يكون جميل وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي ونقول لردو عشور زي ما هي كتبت لنا سلاماً طيباً ووردة ترجمة نانسي قنقر